اشتركوا في القناة سنة واليومين دول انه بياخد في المادة الوحدة درسين تعالى نمسك كل واحدة بالتفصيل ايه افضل كتابة راجع منه افضل كتاب لو انت هتبدأ مراجعة على الاطلاق هو كتاب المعاصر كتاب المعاصر افضل كتاب للمراجعة لو قدرت يا هندسة تحصر الافقار اللي جواه تقدر تخش بافقاره دي اللي امتحاد وهتجيبها هندسة باذن الله لو انا كنت خلصت كتاب المعاصر وباقي لسه متسع من الوقت وحاوز حل حاجة حل ايه قدامك كتابين لا اما كتاب 100% لا اما كتاب الشامل تبا كتاب 100% هتلاقي في ناس كتير حلاء كتاب الشامل هتلاقي ما فيش حد حلو ماشي يا هندسة ماشي يا استاذ ده بالنسبة ايه كتاب او افضل كتاب ارجع منه تاني حاجة يا بش مهندس ظاهرة ما بين طلب التالتة سنة ودلوقت ان تبص تلاقي الطالب بياخد في المادة الوحدة درسين انا مش هتكلم عن المواد التانية ولا هفت فيها خليني في مادة الرياضة بتاعتي مادة الرياضة يا هندسة انت تعرف ان انت ما بتاخد درس بتضيع عليه ساعتين ممكن يكون مدة الدرسة اصلا ساعتين وممكن يكون الدرس ياخد منك اربع ساعات ساعة ونص المصلة وساعتين ونص ساعة واقفها مع اصحابك الاربع ساعات دول او التلات ساعات او الساعتين انت اولى بيهم يعني ايه انا اولى بيهم مدرس الرياضة ما هو الا عليه حصيلة تلاتين في المية من فهمك نسبة السبعين في المية دي عشان توصل لها لازم تقعد مع الكتاب لو ما قعدتش مع الكتاب عمرك ما هتوصل لها هتجيلك فكرة والمدرس شرحها لك ومش هتعرف تحلها ليه لان دماغك ما اشتغلش فيها ما فكرش فيها ما تعبش فيها بمعنى اصح اي حد بيتعب في حاجة بيحفظ عليها انت تعبت في مسألة عمال ما وصلت لفكرتها او لو ما كنتش وصلت وحد قالك فكرتها عمرها ما بتتنسي غير الفكرة اللي تتحط قدامك وتتحلف وقتها وتتمسح كده هي هتتمسح برضو من دماغك ماش يا بش مهندس يبقى انا دلوقت لو باخد درسين في المادة حرام بلاش خليها مادة واحدة او درس واحد والوقت التاني راجع بالمادة افضل بكتير جدا اسمع مني دي نصيحة مني ليك طب ايه هي بقى يا أستاذ خطة مراجعة الرياضة اولا انت انهي طالب من اتنين ما وصل طالب السنوية العامة دي مقسبة لاتنين في طالب بيدح من اول السنة وفي طالب لسه ما فتحش كتاب لا اولا ما فتحش كتاب ده يا أستاذ ممكن يجيبها اندسة طالب عنده ثقة بالله اكيد هيجيب طالب عنده ثقة بربنا اكيد هيجيب ازاي او استاذ هو متعبش اصل الطالب لو دخل على المسألة كده وهو مش خايف منها هيقدر ينجز انما انت طالب بتذكر من اول السنة بس عندك رعب رهيب من الرياضة عملت تذكر السؤال وتعرفه تيجي تحله تاني ما تعرفش تحله ليه عشان انت خايف عندك رعب من المادة شوف في طلبة في طالب السنة اللي فات تذكر في شهر خمسة كانت بداية انه ذكرته شهر خمسة وفي طالب انا اديته السنة اللي فاتت اديته الوحدة كان الطالب ده يعني انا اديته بسبب ظروفه كان عنده ظروف كان بيلعب كورة ويعني رجله قصرت جاله رباط صليبي ربنا ايه بعد عنكم الشر يا رب وبعد الرباط الصليبي العملية عملت غلط فرجله جيبها صديد بقى الدنيا دنيا تانية وبقى فين في شهر اربعة او في نص شهر اربعة وبدأنا يا بش مهندس بدأت اديله الدرس بقى اما اتفقت مع والد او تونر مش هادل خلص لالله فرعين قال هو هيساعدك والوحد فعلا فعلا ساعدني ومشاء الله عليه مشاء الله عليه جبها اندسة وبالوقت في المنصور عندنا الحمد لله ربنا يكرم ورب على قد ما هو كان تعبان على قد ما كان بيزاكر على قد ما كان عنده هدف حل يا ريتك كده تاخد الوده قد وليك هو اسمه علاقة بش مهندس علاقة بقى دلوقتي طيب ازاي يا استاذ هراجع الرياضة في الثلاث شهور الباقيين انت تقدر تراجع الرياضة دي يا بش مهندس في اربعة وعشرين يوم بس اربعة وعشرين يوم كفاية انهم يخلصوا لك للمادة دي تعال نشوف مع بعض لو ابتدينا مثلا يا بش مهندس بالتفاضل عشان في ناس لسه ما خلصتش الديناميكا انا هعوز منك اربعة ايام في الاسبوع بس مش هعوز منك اي حاجة تاني اي اربعة ايام بقى انت تحددهم ده يوم اول طب والتلاث ايام الباقيين يا استاذ ده عشان الطالب اللي لسه ما بدأش مذاكرة الطالب اللي بدأ مذاكرة معه ثلاث ايام الثلاث ايام دول هيقدر يسمع فيهم فيديوهات يخلص وحدات كده وهو ماشي وبعد كده يبدأ يرجع بالتأسيمة دي لان هيبقى قدام وقت كتير عشان تراجع التفاضل التفاضل اربعة وحدات خلينا متفقين ان الوحدة الاولى انت تقدر تخلصها في يومين تقدر تراجع الوحدة الاولى في يومين هتاخد اول ثلاث دروس في يوم وهتاخد الدرسين الباقيين في يوم الوحدة التانية تقدر تخلصها في يوم الوحدة التالتة تقدر تخلصها في يومين الوحدة التالتة دي كانت عبارة عن ايه يا شباب يا استاذ الوحدة التالتة التزايد والتناقص والتحدب الاعلى والاسفل والعزمة والصغرى والعزمة والصغرى والعزمة والصغرى المطلقة كل دولة نقدر اجيبهم في يوم واحد لانهم كلهم خطواتهم مترتبة على بعض ماشي اليوم التاني خد في تطبيقات القيم العزمة والصغرى كده اليومين يومين اتنين كفاية عليها دول يومين ماشي بعد كده يا بش مهندس الوحدة الربعة خدها في اتنين يوم يبقى انت كده قدرت تتخلص التفاضل ده في كم؟ قد يا استاذ اتنين اربعة ستة سبع ايام سبع ايام قدرت تجيب فيهم التفاضل كله كله نصيحة يا بش مهندس اليوم ده خليه يوم ثابت كل اسبوع ما تخدهمش ورا بعض خلي يوم كل اسبوع يوم كل اسبوع كل اسبوع خد لك يوم يبقى انت كده خدت يا استاذ سبع اسابيع طب السبع اسابيع دول كام؟ كام شهر؟ ده يا استاذ الشهر فيه اربع اسابيع قول يا استاذ كده شهرين ماشي زي الفل كده يا بش مهندس انت خلصت التفاضل مراجعته في شهرين هم شهرين الا بس اقول شهرين ماشي احنا في نص دلوقتي تلاتة يا استاذ يبقى ابقى في نص خمسة ماشي كده انت راجعت مراجعتك تمام تعال خش على المادة اللي بعدها الاستاتيكة خدها برضه في سبع ايام واليوم الواحد بيمثل اسبوع يبقى كده سبع اسابيع قسم انت الوحدات بقى زي ما انت عاوز انت عندك وحدات تخلص في حصه اصلا يعنى في يوم زي ايه عندك مثلا الوحده الاولى تخلص في يوم عندك الوحده التانية قلدي يومين الوحده التالته دي يوم الوحده الرابعة دي يوم الوحده الخمسه تخلص برضه في يوم الوحده السادسه برضه تخلص في يوم معلين يا بش مهندس قسم لنفسك سبع ايام ماشي يا استاذ تعال بعد كده يا هندسة للقبر القبر يا أستاذ مثلا أنا لو خدت التبديل والتوفيق دي في يوم وخدت نظريزة لحدين دي في يوم وخدت تهو أوميجا في يوم والمصففات والمحددات في يوم كده أنا محتاج كم يوم أربعة هندسة فراغية كتير هايومين قل سبع أيام برضه تعال للديناميك سبع أيام برضه كده أنت قدرت تتخلص الرياضة كلها في كم يوم قدرنا نخلص الرياضة كلها في 28 يوم يا أستاذ ده إيه خلي بالك أنت معك متسع من الوقت يعني أنا قلت لك خد أربع أيام في الأسبوع بس ليه أربعة وسيب ثلاثة يا أستاذ عشان المواد التانية مجيش على مادة حسب مادة لازم برضه تحط في بالك أن دي مادة ودي مادة ودي مادة ودي مادة الديناميكة لازم تحط اللي هي مادة مجيش يا بش مهندس سنقول لإيه الرياضةodel بذاكر النهار دة رياضة لا بذاكر النهار دا تفاضر النهار ده الستاتيكا النهار ده القانر النهار ده الديناميكا اعمل لنفسك جدود لازم ما تقومش للنص الوحدة اللي عليك يعني مثلا انت عندك الوحدة الاولى في يومين اوعى تقومل لما تخلص نص الوحدة خلصت ازاي بقى يا أستاذ طريقة المراجعة ادينا تفاصيل الصغانطوطة كده بص يا باش معندس انت حضرتك هتجيب تمارين المراجعة اللي هي كتاب المعاصر وتقعد تحل ماشي يا أستاذ انا حليت هو بيجي لي مترتبة كتاب المراجعة بتاع المعاصر يا شباب بيجي جايب لك ايه جايب التفاضل لم كله مع بعض يعني ايه يعني الاشتقاق لم كله مع بعض بتعندك اشتقاق في الوحدة الاولى وفي اشتقاق في الوحدة التانية هو للأسف جايب لك اللي اتنين مع بعض تمام يبقى انا كده يا أستاذ اقدر اقول ان انا هراجع الاشتقاقات كلها ماشي عاوز تمشي كده تمام عايز تجيب انت كل واحدة وتشتغل بها لوحدها تمام الكتاب اللي بيعمل كده جايب لك كل واحدة وشغلها لوحدها وكتاب 100% انما كتاب المعاصر لا فكره مختلف شوائع جايب لك الاشتقاق كله مع بعضه المسائل اللفظية كلها مع بعض التكاملات لممها كلها مع بعض المساحات والحجوم مع بعض هو مقسم كتابه كده شوف انت عايز تبشي ايه وانساب لك طب الانساب لك يا أستاذ ايه الانساب لك انك تفرق ما بين الاشتقاقات كلها مع بعض ده انساب لك دي حلوة دي ماشي يا مش مهندس ماشي يا أستاذ يبقى انت كده معك 4 ايام في الاسبوع 3 ايام الباقيين لو انت كويس في المواد التانية ممكن تشوف اي درس انت واقع فيه تراجعوا ماشي ما تجيبش مدرس وتقول هيراجع للدرس ده معك اليوتيوب ما شاء الله فيه عليه مليون مدرس ما شاء الله كلهم مدرسين ممتازين ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لهم ممكن تستخدم اي واحد فيهم او تشتغل مع اي واحد فيهم ماشي يا هندسة نشوفك على خير كده الحمى كده او حوش معاق وقت معا فيش ملل هما ثلاث شهور تثبت ذاتك لاما جو اوت الناس اللي بتقول بقى واللي ماليا دماغها بحاجات هايفة كده لو الساز بيخشوا هندسة وبيعود على القهوة في الآخر يذكر ليه ولا وجع قلب الشهادة مطلوبة انا ما قلتلكش انك هتشتغل بالكلام ده انا قلتلك الشهادة مطلوبة انت عشان تروح اي مكان معاك شهادة اه طب ايه خبرتك فانت هتنمي نفسك ان شاء الله في الاجازة وهنتكلم مع بعض في الحاجات دي ازاي ننمي نفسنا ازاي ناخد كورسات ايه افضل كورسات تبع ميولي هنتكلم في كل الحاجات دي بس ركز دلوقتي انا محتاج منك دلوقتي شهادة انا عاوي شهادة بس بعد كده هننمي نفسنا مع بعض ايه يا استاذ افضل طريق انس لكم هادعرض لك كده وانت تشوف ميولك ايه تمام يا باش مهنسين لهم كده وحوش السلام عليكم